موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على قطاع غزة نناقش في هذا اليوم دعوة مسؤولين في الكيان المحتل إلى نفي سكان غزة بالتزامن مع أنباء بشأن استعانة إسرائيل بتوني بلير من أجل إقناع بعض الدول لاستقبال من سيتم تهجيرهم من القطاع رغم تحذير منظمات أممية من هذه العملية التي عدتها جريمة حرب سيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من ستوك هولم المحلل السياسي الفلسطيني عدنان أبو شقرة وعبر سكايب من اسطنبول الأكاديمية وعضوة المؤتمر الشعبي الفلسطيني الدكتورة سائدة أبو البهاء وننتظر أن تنضم إلينا الصحفية أسماء هريش من الضفة الغربية المحتلة أهلا بكم ضيوفنا الكرام في هذه التغطية نناقش فيها كما ذكرنا العدوان الصهيوني على قطاع غزة وكذلك استعانة إسرائيل بتوني بلير من أجل إقناع بعض الدول كما يزعمون لاستقبال من سيتم تهجيرهم من القطاع مشاهدين الكرام ضيوفنا سنذهب إلى فاصل قصير ولنا عودة بإذن الله أجدد ترحيب بكم مشاهدين الكرام ضيوفنا أبدأ معكم ومع الأستاذ عدنان أبو شقرة أجدد الترحيب بكم المقاومة أرسلت هدية للاحتلال في عاصمته المزعومة مع دخول العام الجديد ولكن ما الرسالة التي أرادت المقاومة بقصف تل أبيب مع بداية العام الجديد تحية لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين والرحمة لشهداء فلسطين والعافية لجرح فلسطين والحرية لأسرى فلسطين والنصر لمقاومة فلسطين المقاومة تريد أن ترسل للعدو الصهيوني رسالة واضحة أنه بعد ثلاثة أشهر من بعد عملية طوفان الأقصى هذا العدو قال أنه سيقضي على هذه المقاومة فكانت المقاومة أنه بعد ثلاثة أشهر لازالت قدرات المقاومة كما هي لازالت المقاومة قادرة على أن تقصف تل أبيب وقادرة على أن تقصف كثير من المدن الفلسطينية في الفلسطين المحتلة لا زالت المقاومة تباغت هذا العدو في جميع محاور القتال في قطاع غزة ورأينا المقاومة تبدع بطريقة لم يشاهدها العالم من قبل أن يحمل المقاتل الفلسطيني العبوة ويضعها على دبابة هي من الأحدث في العالم المقاومة تريد أن ترسل رسالة ليس فقط للعدو الصهيوني هي تريد رسالة للجميع من الذين تخاذلوا وتآمروا على هذه المقاومة وظنوا أن المقاومة ستنتهي وأن الكيان الصهيوني سيستطيع الانتصار على هذه المقاومة المقاومة أرسلت هذه الرسالة لتقول نحن هنا نحن من يقرر نتنياهو وكل حكومته العسكرية وحكومته السياسية وكل الغطر السياسية والعسكرية في الكيان الصهيوني تحدثت أنها ستنقذ أسراهم أو ستخلي أسراهم وستقضي على هذه المقاومة وستعيد تغيير النظام السياسي في قطاع بسه نجد أنهم لم يستطيعوا أن يحققوا أي هدف استراتيجي غير الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني المقاومة البارحة في عيد رأس السنة والذي كان يظن العالم أنها ستكون النهاية لهذه المقاومة أرسلتها وريخة لتقول لكل العالم إضافة ليس فقط للعدو الصهيوني والذين تخاذلوا لكل العالم أنه لن يكون هناك حل إلا ما تقرره المقاومة لن يكون هناك إطلاق للأسرة إلا بقرار من المقاومة ولن يحكم الشعب الفلسطيني إلا الشعب الفلسطيني وبقرار من مقاومته دكتورة سائدة حياكم الله يعني جيش الاحتلال والمتحدث الرسمي أكدا أن قواتهم دمرت قدرات حماس الصاروخية بنسبة 80% هل كل هذه الرشقة الصاروخية يمكن أن تندرج تحت بند العشرين في المائة من قدرات حماس الصاروخية؟ هل هذا منطقي دكتورة؟ حياكم الله لكم ولمشاهديكم وتحية لشعبنا الفلسطيني الثابت الصامد الذي يدخل عامه الجديد بهذا الصمود الوسطوري ويثبت للعالم أن مقاومته لا زالت بخير وأن صموده لا زال بخير ولا زال يفند الأكاذيب الصهيونية المتمثلة بهذا الخبر الذي أوردتمه أنتم قبلك قليل هذا الاحتلال الصهيوني يكذب كما يتنفس عهدنا هذه الأكاذيب وعشناها على مدار عقود خلط ما يميز هذه المرحلة أن هذه الأكاذيب باتت معروفة ليس فقط للفلسطينيين إنما باتت مكشوفة لكل العالم لكل أحرار العالم الجميع الآن لم يعد يثق بهذه المقولات الصهيونية الصهيونية منذ أكثر من ثمانين يوم أهدافهم معروفة الأهداف التي يستهدفونها هم يستهدفون فقط الأطفال يستهدفون النساء يستهدفون الشيوخ يستهدفون هذه الحاضنة الشعبية الإجتماعية القوية التي تلتف حول مقاومتها هم لا يجرؤون أساسا ولا يقدرون ولا يستطيعون على مواجهة جندي لجندي هم أنذل من ذلك وأخس من ذلك وهم أثبتوا بالواقع العملي أنهم غير قادرين على المواجهة الشريفة المواجهة النظيفة هم يلجأون إلى الخاصرة الضعيفة إلى الشعوب إلى المدنيين حتى يضغطوا على هذه المقاومة وهذه السياسة معهودة لهم وسائمها الشعب الفلسطيني وهو يعرفها تماما ويعرف كيف يتعامل معها لذلك هذا الالتحام هذا الالتحام الكبير ما بين الشعب وما بين مقاومته كل محاولات الصهاينة لفض هذه الحاضنة عن المقاومة كلها باءت بالفشل ولن يستطيعوا ولن يستطيعوا كل يوم يثبت لنا هذا الشعب الفلسطيني العظيم الذي قهر الغزاء على مدار العهود الماضية إن شاء الله ستكون غزة مقبرة لهم في عامهم الجديد كما أثبتت للعالم في نهاية هذا العام المنصر أن لا زال هناك في هذه الأمة خير وأن غزة لا زال فيها أبطال يقولون بهذا الدور نيابة عن كل الأحرار في العالم أستاذ عدنان أتوقف عند نفس النقطة لا أغادرها كما طرحتها على الدكتورة سائدة أبو البهاء هو نظرة الشارع للإدعاءات الإسرائيلية متمثلة بحكومة نتنياهو وحتى بشخص نتنياهو نفسه بأن قدرات حماس قد دمرت بنسبة 80% سأتوقف قليلاً مع الإنفوغراف حيث مشاهدين الكرام مع تقرير الإنفوغراف الذي يفضح استغلال اللوب الصهيوني موقع كناري ميشن لأجل التشير والتحريض ضد منتقدي إسرائيل واحتلال فلسطين بدريعة معادات السامية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدين الكرام في تغطيتنا الخاصة عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة توقفنا مع الوستاذ عدنان عند نقطة أن قوات الاحتلال تدعي بأنها دمرت القوة الصاروخية بالنسبة إلى حماس بالنسبة تقترب من 80% هذه الادعاءات ولكن المقاومة تثبت كل يوم كذب ادعاءات الكيان الصهيوني ما أثر ذلك على مصداقية نيتنياهو وحكومته أستاذ عدنان لنضع الأمر في شقين الشق الأول هو الشق الداخلي الصهيوني الإسرائيلي والشق الأخر هو العالم الخارج الصهاينة بالعادة يأخذون معلوماتهم من محطاتهم الإخبارية ونحن يجب أن لا ننسى الكيان الصهيوني يتغنى دائما بأنه الديمقراطية واحدة الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي أن هناك رقيب يمنع نشر أي خبر لا يريده الجيش ولا تريده الحكومة فلذلك المعلومات حتى لو استقوا معلوماتهم من وسائل التواصل الاجتماعي تبقى معلوماتهم على قدر محدود ولكن ما حدث وهذا يمكن سبب صدمة للكثير أن الكيان الصهيوني كان معروفا بقوته الدعائية وكما عرض التقرير على قضية معادات السامية فهم كانوا يستعملوا معادات السامية في مهاجمة أي إنسان يتحدث بالنقد عن هذا الكيان يعني هم لا يضرهم أن يتعونوا مع العنصريين في أوروبا ولكن المهم أن لا ينتقدوا الكيان الصهيوني يعني نحن رأينا الناطق باسم الجيش الاحتلال الصهيوني عندما دخلوا إلى مستشعى الشفاء أصبحوا فعلا أضحوك أمام العالم ولذلك عندما أنت لا تستطيع أن تميز جدول أسبوعي من غرفة عمليات مركزية وعندما عرضوا ما وجدوا في مستشعى الشفاء هذا أثبت زيف الدعاية الصهيونية لذلك عندما يتحدثوا عن تدمير قدرات حماسة الصاروخية أو قتلنا عشرة ألاف مقاطل فلسطيني لغاية الآن لم نرى أي شيء حتى في أفلامهم الدعائية في الوجوم على قطاع غزة لو نظرت لها سيدي إلا وجدت أنهم نرى جنود صهاينا يقتحموا بيوت لا نرى فيها أي إنسان لا نرى حتى إطلاق نار وما في قطاع غزة تعطيك الدليل بالصوت والصورة وباللحظة يعني نحن نرى كيف يفجر الدبابات كيف يفجر الجرفات كيف يقتلوا ويقنصوا المحتلين الصهاينة ولذلك أنا سمعت البارحة من محلل سياسي سويدي يقول أنه أن الإعلام الحربي الفلسطيني تفوق بعشرات المرات على الإعلام الحربي الصهيوني وذلك لأن سردية الصهيونية أثبتت كذبها ولو كان هذا الكلام صحيح كما تفضلت يعني هل هي العشرين بالمئة من التي بقيت للمقاومة الفلسطينية يعني نحن لاحظنا أن غرفة العمليات في المقاومة الفلسطينية هي التي تحدد إيقاع المعركة يعني في بعض الأحيان نجد أنهم يقصفوا المحيط قطاع غزة وعندما يريدوا أن يرسلوا رسالة كبيرة يكون القصف إلى عاصمة هذا الكيام على وهية الأبي ومطار بن جوريون يعني كأن المقاومة تقول له نحن نحدد ليس فقط الإيقاع العسكري للمعركة ولكن نحدد الإيقاع الإعلامي للمعركة ولذلك أظن حتى على صعيد العالم يعني بدأنا نرى أن سردية الإسرائيلية تتآكل بشكل كبير العالم لا يصدق السردية الإسرائيلية ولا الرواية الإسرائيلية نحن لاحظنا كيف في بداية التوفان الأقصى وضعوا حرق أطفال واغتصاب نساء خرجت النساء الصهيونيات من المعتقلات الفلسطينية من غزة وهن يتحدثوا أن هؤلاء يعاملوا نساءهم كالملكات رأينا كيف أن السيرة صهيونية خرجت حتى بكلبها يعني مما يثبت هذا الوجه الحضاري والإنساني وكل هذه الصور كل هذه الصور أثبتت زيف الإدعاءات الصهيونية فإذا كانوا يكذبوا بهذا الأمر فما ملك بالناحية العسكرية والتي لم يستطيع أن يقدموا أي دليل واحد على هذا الموضوع طيب دكتورة سائدة لو انتقلنا الآن إلى موضوع طبعا مهم وهو استعانة الاحتلال الإسرائيلي بتوني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق في الفترة القادمة كشفت القناة أثماعش العبرية عن عزم الاحتلال تعيين رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير من أجل إقناع بعض الدول لاستقبال من سيتم تهجيرهم من قطاع غزة ماذا فهمت من هذه الاستعانة دكتورة أولا دعونا نفصل في نقطة أولا هذا الخبر ورد على صحيفة إسرائيلية ولم يتبناه توني بلير للعلم حتى أنه لكن فكرة التهجير هي قائمة أكيد قائمة يعني فكرة التهجير كما أسلفنا هي موجودة ضمن المخططات السوفيونية حتى قبل 7 أكتوبر وإنما الاحتلال حاول من خلال 7 أكتوبر يعني حاول من خلال هذا الضوء الأخضر باختصار الأمريكي وهذا التحالف الغربي الغير مسبوق مع الاحتلال أن يحاول أن يستثمر باختصار بتثبيت هذا المخطط المخططات السوفيونية في تهجير الفلسطينيين يعني بدأت منذ الخمسينيات يعني بدأت وتكررت أيضا حتى في سبعينيات القرن الماضي وحتى في الألفين وعشرة أيضا كان هناك مخطط قوي أشرف عليه الأمن القومي الإسرائيلي أعيدت أيضا على الطاولة في الألفين وعشرين وهي الأعلى أيضا يعني يتم استدعائها من جديد باختصار الهوس الأمني باختصار الذي بني عليه الكيان وجوده في هذه المنطقة هم لا يريدون أي وجود فلسطيني يهدد كيانهم باختصار فهم يريدون باختصار أن تكون هذه الأرض التي وهم دائما يرددون أرض بلا شعب فحقيقة هذه المخططات رغم أنها موجودة وفي كل مرة يعني يثبت الفلسطيني أنه قادر على إحباطها يعني فشلوا في الخمسينات وفشلوا في السبعينيات وفشلوا في الألفين ولكنهم لا زالوا يعدون الكرة والكرة يعني هذا هذا الاستعلاء أو هذا النفس الذي يحاول أن يثبت فيه الإسرائيلي أنه قادر على قمع الفلسطيني يثبت بالمقابل أن الفلسطيني ولكن دكتورة سائد آسف المقاطعة ولكن هذه المرة يعني المقاومة ضربت الاحتلال الإسرائيلي في مقتل هذه المرة ربما تختلف عن الأعوام والسنوات السابقة المقاومة اليوم هي أقوى مرحلة وصلت لها في تاريخ الصراع الفلسطيني الصهيوني باختصار اليوم المقاومة في الساعة صفر حين تدك إسرائيل أو دعني أقول ليست بإسرائيل سماء فلسطين تزين بصواريخ المقاومة فلسطين المحتلة هذه التي زينت صباح هذا اليوم الأول في 2024 زينت بصواريخ من المقاومة لتثبت أن هذه الأرض هي فقط لفلسطين وهذه الأرض لا تتسع إلا الهوية واحدة هي الهوية الفلسطينية وأن المقاومة قادرة فقط على حماية هذه الأرض وأن المقاومة قادرة بمقدراتها المتواضعة على كسر أكبر قوة وأكبر عنجهية وأكبر يعني عتاد ممكن أن يتخيله إنسان أنت تتكلم عن أكبر تكنولوجيا تواجهها كتائب بمقدرات بسيطة لكن استطاعت هذه الكتائب فعل ما لم تفعله جيوشا عربية مجتمعا كسرت هيبة الاحتلال ولا يمكن أن يعاد باختصار قوة الردع والهيمنة التي سيطر عليها لعقود على هذه المنطقة باختصار المقاومة حطمت هذه الصورة ولا يمكن استردادها لا يمكن استردادها الليلة الماضية وليست فقط الليلة الماضية عاملين على مدار ثمانين يوم يعني الفشل الذي باختصار يتسارع في الاتجاه الصهيوني هو فشل ليس فقط في السرع من أكتوبر المنظومة الأمنية الاستراتيجية التي فشلت حتى اليوم في معرفة ماذا حدث في سبع أكتوبر هل يمكن لها أن تعرف ماذا يحدث في غسا؟ هي تختصار تتخبط ولا زال تتخبط وسيد الموقف في مجلس الحرب الصهيوني ولا زال المقاومة تبدع ولا زال الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني يقوى أكثر ويلتف أكثر حول المقاومة الفلسطينية أستاذ عدنان إذا سلمنا بما كشفت عنه القناة الاثمعش العبرية عن ربما الاستعانة برئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير من المعروف أن توني بلير له دور في تدمير العراق من خلال الاحتلال الذي حصل في عام 2003 في نيسان في هذا الإطار هل فشل نتنياهو بعد كل هذا الدمار في تحقيق الهدف مما اضطرهم للاستعانة بتوني بلير أنا أرى ذلك يعني لو عدنا إلى الوراء قليلا بعد بدء عملية وفان الأقصى قال نتنياهو أنه سيحرر أسراه وسيقضي على المقاومة ويعيد صياغة المجهد السياسي الفلسطيني بعد هذه الأيام لم يستطع أن يقدم أي شيء لازالت المقاومة هي التي تفرد شروطها نحن نعرف أن هناك مفاوضات بخصوص الأسراه ولكن المقاومة قالت لن يكون هناك تفاوض إلا عند وقف شامل لإطلاق النار الكيان الصغيوني يتخبط ولكن ما تفضلت به هذه المرة أخطر يعني نحن نعرف أن الكيان الصغيوني منذ البداية منذ ما تحدث حقام أرثودوكسي بروتوستانتي من عد من مائتي سنة أن يجب إعطاء فلسطين لليهود ومن ثلما جاء هيرتزر وقال أن فلسطين يجب أن تكون شعب بدون أرض إلى أرض بدون شعب هو يعرف أن هناك كان فلسطينيون يعني هو أرسل اثنين من حقاماته إلى فلسطين وعندما كتبوا له رسالة قالوا لها العروس جميلة ولكن لديها زوج هم يعرفوا منذ البداية وهم حاولوا كما تفضلت ضيفة ليس فقط من خمسينيات القرن هي الفكرة الصهيونية قائمة على الاقتلاع هي فكرة استعمارية الكيان الصهيوني هي حركة استعمارية جزء من المشروع الاستعماري الغربي ولذلك عندما لم يستطع الكيان الصهيوني تحقيق أدافه العسكرية رأينا الولايات المتحدة والدول الغربية بما فيها بريطانيا ترسل أحدث الطائرات وأحدث الزوارق وترسل الأسلحة إلى هذا الكيان طوني بلير كما تفضلت هو قاتل وهو مشرم حرب وكان يجب أن يقدم إلى محكمة جنيات دولية بطومات الكيكاب مجازر الحرب الكيان الصهيوني عندما وجد أنه لم يستطع أن يهجر أهل القطاع غزة يجب أن لا ننسى أن الأمريكي أول من طرح قضية التهجير لأهالي غزة في بعض طوفان الأقصى كان الرئيس الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين كان بلينكين وعندما قالوا نستطيع أن نسد ديون مصر جميعها إذا قبلت مصر باستقبال هؤلاء يعني المشروع منذ البداية ولو عدنا إلى ثلاثة أيام أو أسبوع قبل طوفان الأقصى كان هناك مقال يتحدث عن تهجير أهل غزة يعني المشروع موجود ولكن خطورة ما يجري هذه المرة هو الخذلان العربي الكبير السكوت العربي الكبير عدم إمداد أهل غزة بأدوات الصمود يعني رغم أن المقاومة تبدع وشعب غزة يتحمل الضربات ويتعرض لإبادة جماعيا ولكن هؤلاء بحاجة كذلك إلى أدوات دعم نحن نعرف حاليا أن 70% من البيوت في قطاع غزة قد دمرت جزئيا أو بالكامل الكيان الصهيوني يعرف أنه لا يستطيع أن يهجر أهل غزة إلا إذا أباد البيئة المجتمعية والسكانية والعمرانية يعني حتى عندما تحدثت بعض المؤسسات قالت أن عملية بناء غزة ستتأخذ بين 7 سنوات و10 سنوات في هذه 7 سنوات وال10 سنوات إذا لم يكن هناك مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة لتبقيه على صموده لأول مرة أشعر أن فعلا أن هذا المشروع ممكن حتى بصمود المقاومة الرائع والأسطوري والذي يجب أن يدرس في المستقبل ممكن أن يكون هناك عمليات ليس بالضرورة عمليات تهجير جماعي ولكن كما يتم طرحها عندما تحدثوا عن التهجير الجماعي وفشلوا في هذا الأمر ارتأوا أن يبدأ التهجير على الأقل مثل التهجير عائلات أن بعض الدول الغربية تستقبل العائلات ونحن نعرف أنه عندما يسوق الوضع الاقتصادي ويسوق الوضع الأمني الناس تحاول أن تجد منفذ هذا لا يقلل من عزيمة أهل غزة هم تجان الرأس وشرف هذه الأمة ولكن يجب أن يكون هناك دعم فوري لأهل غزة حتى لا سمخ الله لو تعرضت المقاومة إلى أي شيء أو تعرض أهل غزة أن يستطيعوا أصمود في أرضهم دكتورة سائدة هنا في هذه النقطة المفصلية هل يمكن أن نربط بين خطة تهجير الفلسطينيين بحديث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بن يامين نتنياهو عن محور فلاديليفيا وبالتالي هو يصر على السيطرة على هذا المحور هو الكيان الصهيوني يحاول أن يستثمر كل النقاط التي تساهم وتساعد في إبقاءه فيها المنطقة بصورة التي عهدها من قبل وهي باختصار السطو باختصار الاستعلاء في المنطقة هيبة الردع هذا يريد استعادتها وبالتالي هو يحاول من كل هذه الأهداف التي يبدو عليها أنها هناك في تنوع في الأدوات هي كلها تخدم هذا الهدف الاستراتيجي الهدف وجود إسرائيل آمنة باختصار في المنطقة وبالتالي لتحقيق هذا الهدف ينبغي باختصار إضعاف كل المنطقة أو كل ما يهدد الكيان أو من شأنه أن يفكر في تهديد الكيان ونظنها محور فلاديليفيا فباختصار هو باختصار يحاول قدر الإمكان الإبقاء على هذه الصورة التي لكنها تكسرت بالفعل الآن المحيط ليس عند الفلسطيني المحيط العربي والمحيط الإسلامي والمحيط والإقليمي بشكل عام وحتى الدولي يعلم أن إسرائيل اليوم ليست كما بالسابق رغم كل الدمار الذي أحدثوه في غزة ورغم كل هذا الخذلان الذي تفضل به ضيفكم الكريم لكن لا زالت غزة قادرة على الصمود حقيقة هذا المفروض أن يدفع بهذه الأنظمة أن تعيد التفكير بوجودها أساسا يعني هذه الأنظمة التي مع الأسف تحمي عمليا تحمي وجود الكيان في المنطقة وتجرؤ على حماية الفلسطيني هي باختصار تضر بنفسها قبل أن تنفع الفلسطيني باختصار هي إذا لم تتصالح مع شعوبها وإذا لم تبادر وتكون بالفعل ممثلة لهذه الشعوب الحية هذه الشعوب العربية لا زالت تختزن الألم صحيح لكنها لم تتصالح يوما مع الألم لم تتصالح يوما مع مستعمر ولا يمكن لها أن تتصالح فبالتالي هذه الشعوب هي ثائرة بطبعها هذه الشعوب هي حرة بطبعها لا يمكن أن تهجن وكل محاولات هندسة هذه الشعوب وهندسة هذه المنطقة وكل مخططات الأمريكان سواء في العراق أو حتى في أفغانستان كلها وفي ثورات الربيع العربية وكان في الثورات المضادة للربيع كلها فشلت هذه الشعوب لا يمكن للكيان أن يفرض باختصار رؤيته عليها صحيح هناك ألم هناك هناك قتل هناك فقد إلى آخره وهناك وجع كبير وهناك دمار كبير يعني باختصار هو يسعى هو باختصار أهدافه كما قلنا هي كلها أساساً تلاشت يعني هو لم يستطع باختصار إضعاف حتى إضعاف المقاومة لم يستطع على ذلك فكيف كان بالأول يتكلم عن اجتثاث للمقاومة وسحق للمقاومة الآن هو غير قادر على مواجهة هذه المقاومة اليوم هو يتعامل وباتل الحديث اليوم الحديث السياسي المنتشر في الوسط أنه لا يمكن تجاوز المقاومة المقاومة أثبتت أنها هي الضلع الأكبر باختصار في الشعب الفلسطيني ولا يمكن لأحد أن يتجاوزها من هذه المعادلة ضيوفنا مشاهدين نرحب بالصحفية الفلسطينية أسماء هريش من الضفة الغربية أستاذ أسماء حقيقة نحن نستثمر وجودك هنا للتعرف على المزيد من التطورات الأراضي الفلسطينية المحتلة قوات الاحتلال تنفذ عدوانا واسعا على بلدة قطنة شمال غربي القدس المحتلة إذا كنت قد لفظتها بشكلها الصحيح هل لديك معلومات أكثر عن نتائج هذه الحملة نعم نتحدث مع بدء هذا العام الجديد إلا أن اقتحامات الاحتلال لا زادت مستمرة في الضفة الغربية يعني من شمالها حتى جنوبها وهذه الاقتحامات يعني تشمل مداهمات للمنازل وتنفيذ حملات اعتقالات وتخريب للبناء التحتية يعني للتصح هي بلدة قطنة فقط يعني للتوضيح جميل يعني بحيث اقتحمت قوات الاحتلال لتحجر اليوم بلدة قطنة هي شمام غرب مدينة القدس وداهمت العديد من من منازل المواطنين واعتقلت عددا منهم وحملة كانت حملة الاعتقالات يعني حملات واسعة طالة العشرات من ابناء البندة وتم الابقاء على اعتقال 12 مواطن بالاضافة الى انه تم الافراج عن باقي المعتقلين بعد التحقيق الميداني معهم من ضمنهم كان هناك اعتقال سيدة ايضا تم اعتقالها كرهينة وتم الافراج عنها بعد التحقيق الميداني عباس الاحتلال يعني يستخدم سياسة ارضهاء بشكل واسع منذ 7 من اكتوبر حتى اليوم نزهد في العديد من حملات الاعتقال ان الاحتلال يعتقل احد افراد العائلة سواء امرأة سواء شقيقة سواء ابنة للأسير او للشخص الذي يحاول الاحتلال اعتقاله يعتقل هذا يعني كرهينة احد افراد عائلته للضغط عليه لتسليم نفسه وكان هناك حالة اعتقال لطفل عمره ثلاث سنوات تم اعتقاله لعدة ساعات حتى يقوموا بالضغط على وازل تسليم نفسه بالإضافة الى انه كان هناك حملة ايضا موازرهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلد فطرة وتم اطلاق قنابل الغاز وقنابل الصوت على منازل المواطنين وتم منع المواطنين حيث هذا الاقتحام تواصل عد الساعات مع ساعات صباح اليوم وتم منع المواطنين من الخروج او الدخول للبلدة بالإضافة الى انه كان هناك اقتحامات مستمر لأيضا مخيم شعفات مخيمات مدينة القدس ايضا وكان هناك مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال ومؤخرا يعني حتى مدينة القدس وايضا قرى شرق مدينة القدسية تشهد اقتحامات مثلها مثل باقي مدن الدفل الغربية بشكل مستمر وايضا منذ السابع من اكتوبر حتى الاحتلال يمارس ضغوطات على اهالي مدينة القدس المختلة كان هناك اقتحام ايضا اليوم لبلدة جبعى المكبر في القدس المختلة بالإضافة الى انه هناك تضييقات على اهالي بخاصة اهالي البلدة القديمة تضييقات حتى يمنعونهم من رسول للمسجد الاقصى واداء الصلاة اليومية نعم مستاذ عدن مسؤولين امريكيين نقلت عنهم صحيفة نيويورك تايمز يؤكدون ان هناك خلافا بين واشنطن وحكومة نتنياهو فيما يتعلق باليوم التالي للحرب على غزة كيف يمكن فهم نقاط الخلاف وهناك دعم غير مسبوق من قبل واشنطن للحكومة الاسرائيلية هل هذه ازدواجية ام مكملة لحبك الدور في قطاع غزة انا اعتبر انها هي لحبك الدور يعني نحن لاحظنا منذ طوفان الاقصى الذي قاد السياسة الخارجية حتى للكيان الصيوني كان هو بلينك وعندما جاء الى المنطقة تحدث بانه يهودي يأتي الى المنطقة كيهودي وكان سابق في تاريخ السياسة الامريكية يعني حتى اليهود من الامريك حتى كيسينجر لم يقل يوما انه يهودي ولذلك كانت الدور فاضح جدا يعني لاحظنا ان بايدن هو الذي قاد الحملة كذلك منذ البداية عندما تحدث عن قضية تاجير الفلسطينيين او انتقالهم الى اماكن امنة كما وصفها نحن راحظنا كيف ان القيادة العسكرية الامريكية ارسلت حاملات طائرات تزود الكيان الصهيوني باحدث الاسلحة يبدو ان القيادة الامريكية كانت تعتبر ان الكيان الصهيوني وهو الرأس الحرب والمخلب القذر لهذه الدولة والدول الاستعمارية انه سيستطيع القضاء على المقاومة ثم تسير الامور كما هو مخطط لها ولكن عملية استمرار المقاومة الفلسطينية والان دخلنا بالشهر الثالث بعد طوفان الاخصى تقريبا دخلنا بالشهر الثالث ولم يستطع الجانب الصهيوني ان يقدم اي منجز لا سياسي ولا عسكري لا لجانب الامريكي ولا لحلفائي في اوروبا نحن نتناسى في كثير من الاحيان ان الاتحاد الاوروبي دوليه الاساسية هي تقب بصف الكيان الصهيوني وهي التي تمنع قرارات توقف اطلاق النار الشامل ولا زالت تتحدث عن حق الجيان الصهيوني وانا لا افهم كذلك يعني هم يقرأوا على الاقل الاتفاقيات الدولية ولكن اصبحت الاتفاقيات الدولية وحقوق الانسان تحت الاقدام هذه المرة الدور الامريكي هو دور اساسي يعني لاحظ التناقض كما يرى البعض ان هناك تناقض هو ليس تناقض هو اتساق في الموضوع امريكا تتحدث عن وقف عن هدى الانسانية وبنفس الوقت ترسل احدث الاسلحة الالجيان الصهيوني لدرجة انهم حتى خرجوا عن الطرق المتبعة في تسليم السلاع يعني هم يعتبروا ان الوضع استثنائي كأن المعركة هي بالاساس وهي بالفعل نحن يعني قطاع غزة يقاتل تحالف عالمي انا ارى ان الامريكان اصبح بايدن بايدن باول مرة يشعر بالخطر على فترته الرئاسية القادمة ولذلك هو يريد ان يحاول ان يجد حل على الاقل لا يخسر به موقعه كرئيس الجمهورية ونحن نعرف ان العرب والمسلمين قرروا مقاطعة بايدن او عدم التصويت له ونحن نعرف كذلك انه في الولايات التي رجحت كفة بايدن كان العرب والمسلمون هم الذين عطوه هذه الاسوات انا ارى ان الدور الامريكي لا زال هو الاخطر لا زال هو قائد للمرحلة وحتى لو وجدنا في بعض الاحيان البعض يتحدث عن خلافات بين الجانب الصهيوني والجانب الامريكي هو ليس في الاختلاف على قتل الفلسطيني ليس الاختلاف على الابادة الجماعية للفلسطينية ليس الاختلاف على التهجير للفلسطينيين ولكن هو الاختلاف على التكتيك وكيف اظهارها للعالم ونحن لا ننسى ان وزير الدفاع الامريكي عندما تحدث عن الجانب الصهيوني قال لهم لا تخسروا على المدى البعيد هو لم يتحدث عن المدى القريب بعمليات القتل هو تحدث عن المدى البعيد بان دول العالم لن تقبل يعني على الاقل شعوب العالم ونحن نراحب ذلك بالمظاهرات الهائلة التي تخرج في اوروبا وللأسف لا نجد لها مثيل في الدول العربية او الدول الاسلامية الا بما ندر هم يخافوا يعني هذه دول الديمقراطية تخاف من شعوبها ونحن نلاحظ ان هذه الشعوب وقفت في وجه هذه الابادة الجماعية فانا ارى انهم يكملوا الادوارة ولكن هناك بعض الاختلاف على المنجز السياسي والعسكري دكتورة سائدة نتنياهو يتحدث عن غزة بعد الحرب وقام في نفس الوقت بسحب اربعة او خمس الوية وسرحهم من الخدمة وذلك من اجل دعم الاقتصاد الاسرائيلي الذي انهار بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية هل هذا الاجراء قادر على حسم المعركة لصالح الاحتلال الاسرائيلي هو باختصار اعلن الجيش الاسرائيلي انه سيدخل لمرحلة جديدة المرحلة الثالثة وهي اعادة التموضع وتركيز للأهداف العسكرية فبالتالي هو وجد ان وجود هذه القوات في الاحتياط هي باختصار تضرب الاقتصاد الصهيوني وبالتالي خاصة انه رغم كل هزل الفضيع في الاعلام الصهيوني لانه كانت تخرج ايضا بعض الفيديوهات التي تظهر هؤلاء الجنود كيف تناولون مثلا البرتقال وكأنهم في نزهة وبالتالي وهذه كلف الصهيوني خزينة الدولة المال الكثير هم يدفعون لهم رواتبهم وهم لا يفعلون شيئا في غزة باختصار وبمقابل ذلك هم أساسا هم جزء من المجتمع الصهيوني منهم المهندسين ومنهم التجار وإلى آخر وبالتالي اضر كثيرا بالاقتصاد الصهيوني فهذه حقيقة هي اعادة ادارة للحرب كما يراها الصهيونة وإن كنا نراها نحن كفلسطينيين بالتأكيد أن هذا نتيجة لطول أمد الحرب الذي لا يستطيع أن يتحمله الصهيوني باختصار كلما طال أمد الحرب هناك خسائر أكثر في الجانب الصهيوني اقتصاديا وإعلاميا وسياسيا وحتى عسكريا فبالتالي صورة أعتقد هي فقط يعني أراها في إعادة تموضع وإعادة تشكيل لمرحلة جديدة من مراحل الحرب التي ربما تأخذ مدة أطول الحديث الآن عن إعادة التموضع وبالتالي نحن قد سندخل في مرحلة أو حرب استنزاف طاولة الأمد إلى حد ما وبالتالي أي حديث الآن عن أن أمد الحرب قصير أعتقد هو يعني لا يمط للواقع بصلة هناك يعني هناك أشكال متعددة للحرب قد تأخذ قد تنتقل إليها مراحل جديدة ربما تنتقل من مرحلة إلى أخرى لكن هذا بالتأكيد هذا التغير في الأشكال يثبت يوما بعد يوم أنهم فشلوا باختصار في المرحلة الأولى ويحاولون باختصار تغييرها إلى مرحلة أخرى يحاولون من خلال تحقيق أهدافهم الكبيرة نسبيا والتي هم أنفسهم يعرفون أنها غير قابلة للتحقق على أرض غزة أستاذ أسماء الملاحظ أن الاحتلال منذ أكثر من أسبوع يستهدف البلدات العربية في القدس المحتلة كيف يمكن أن نفهم منكم هذه الاستهدافات في ظل الخسائر التي يمنى بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين نعم نتحدث منذ السابع من أكتوبر كأن الزمن توقف في فلسطين منذ السابع من أكتوبر قدمت مدينة القدس وبواحيها ما يقارب 27 شهيد وبالاحتلال نتيجة فشل في الاقتحامات المستمرة لمخيم جنين يحاول في باقي المناطق في الضفة الغربية تنفيذ ذات السياسة خشية امتداد هذه الحالة إلى باقي الضفة الغربية بالإضافة إلى أنه يظن بالتقسيم الجغرافي وإيجاد الحوادث بين المدن الجدار الفاصل ومنع المواطنين من التنقل أنه سيعمل على تفكيك الروابط بين الفلسطينيين وأنه سيمنع من تدفق واستمرار العمل المقاوم لكن ما يحصل على أرض الواقع يثبت عكس ذلك مدينة القدس يعني رغم كل الطبيقات التي تعرض لها أهالي القدس والأهالي الداخل المحتل إلا أنها أيضا منذ 7 أكتوبر حتى اليوم تشهد عمليات تصعيد وعمليات مقاومة نوعية منها مثلا مؤخرا يوم الخميس الماضي ارتقى الشهيد أحمد إعليان وهو ابن الشهيد بها إعليان من بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة بعد تنفيذه عملية طاعل أدت إلى إصابة جنديين إسرائيليين وصباح اليوم أيضا دهم الاحتلال منزله واعتقل والدته ووالده واعتقل منذ يوم الخميس الماضي وأيضا كان هناك في 30 نوفمبر من العام الماضي قام الأخوين الشهيدين مراد وإبراهيم النمر من بلدة سورباهر أيضا من مدينة القدس المحتلة قاموا بتنفيذ عملية إطلاق النار في مستطنة رامود في القدس المحتلة أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وكان هناك أيضا عدد من الإصابات وبالتالي هذه أعمال المقاومة الممتدة من شمال البصة الغربية حتى القدس المحتلة هي دليل على فشل الاحتلال في كل سياسات القمعية التي يمارسها من أجل محاولة قمع وعدم انتداب حالة المقاومة إلا أنه في كل مرة يشل في هذه السياسة رغم أنه يحاول أنه ينفف ذات السياسات القمع حملات الاعتقالات حتى تدمير المنازل والبناء التحتية واعتقال الأفطال والنساء من أجل يعني نحاول ترهيب المواطنين عن دعم المقاومين أو حتى احتضانهم كونه في زنين هناك حاضنة شعبية كبيرة فيحاول الاحتلال في باقي المدن من تنفيذ ذات السياسة التي يثبت لنفسه أنه قادر على قمع الفلسطيني وقادر على صد المقاومة إلا أنه يحسن مع بالك أستاذ عدنان لو فتحنا نافذة التظاهرات كما تعرفون وكما استمعتم وكما نقلنا في قناة الرافدين تظاهرات في مدينة اسطنبول التركية وهي أضخم تظاهرة ضد الحرب على قطاع غزة ولكن من الناحية ربما يكون سؤال فلسفي ولكنه واقع حال لماذا تساند الشعوب وضع تحت كلمة الشعوب مليار خط لماذا تساند الشعوب ليس فقط الإسلامية ولكن حتى الغربية تساند فصائل المقاومة الفلسطينية وتساند شعب غزة ما هو السر في ذلك السر في ذلك يعني لو عدنا إحنا إلى الاحتلال الأميركي إلى العراق خرجت مظاهرات بالملايين في الدول الأوروبية البعض يقول أن المظاهرات يمكن أن لا تؤدي ولكن يجب أن لا ننسى أن هؤلاء الشباب الذين يخرجون الآن بالمظاهرات هم حكام القادم في هذه الدول الأوروبية الدول الأوروبية والغرب تحديدا لو أخذنا الغرب تحديدا كانت السربية الصهيونية هي السائدة دائما هم كانوا يشعروا بالذنب لما جرى لليهود في إثناء الحرب العالمية الثانية هم تم تعبئتهم عن طريق الأفلام والمسلسلات وكان الفلسطيني لا يستطيع أن يصل أو العربي أو حتى المسلم إلى وسائل الأعلام التقليدية يعني كان فيه صعوبة أن تكتب جرائد أوروبية وغربية ولكن الآن عن طريق السوشال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي وتمكن الأجيال الفلسطينية والعربية خصوصا من هذه الوسائل أوصلت الرسالة إلى الغرب وكان لدور الصحفيين في قطاع غزة دور جبار يعني هؤلاء هم أبطال ويجب أن تقام لهم تماثيل يعني هؤلاء الذين أعطونا بالصوت والصورة كيف تجري الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الدول الغربية أو الشعوب في الدول الغربية لم تعد تقتات على وسائل الإعلام التقليدية هم يستطيع أن يصل إلى الأخبار بجميع هذه الوسائل الدور الفلسطيني يجب أن ننوه بتغيير فعلية حدث بعد عملية سيف الأقصى بعد عملية سيف الأقصى كان للأخوة الكورد دور أساسي بتوصيل ما يشغي في القدس وتلقف الشباب الفلسطيني هذا الموضوع وبنى عليه حتى وصلنا إلى ما وصلنا عليه يعني ترى فنانين في هولوود بالعادة لم يكن يشرقوا لأنهم سيخسروا أعمالهم الآن يناصروا القضية الفلسطينية ومن أكثر القضايا وهنا المحور الأساسي للقضية أن القضية الفلسطينية هي قضية عدالة بالدرجة الأولى يعني الشعب الفلسطيني أو جزء من الشعب الفلسطيني يجعلها في إطار ديني أو غير ديني هي قصة عدالة واضحة وهناك هناك محتل وهناك ناس تم احتلال أرضهم هناك احتلال يريد أن يطلحوا من أرضهم وهناك ناس تضادل من أجل أرضها ونحن رأينا كيف أن الأطفال الفلسطينيين عندما يخاطب العالم وشباب فلسطين الذي ينقل هذا الصوت يعني فقط كلمة أخيرة استطاع الشباب الفلسطيني ومساندين للقضية الفلسطينية أن يكونوا صوت غزة وصورة غزة في كل هذه المظاهرات وهذا ما نراه يعني مظاهرات ليلية ويومية في معظم الدول الغربية في ختم هذه التقطية نتقدم بشكر الجزيل إلى الأستاذ عدنان أبو شقرة المحلل السياسي الفلسطيني حدثنا مشكورا عبر سكايد من ستوك هولم وأيضا نتقدم بشكر الجزيل إلى الأكاديمية وعضوة المؤتمر الشعبي الفلسطيني الدكتورة سائدة أبو البهاء حدثتنا عبر سكايد من اسطنبول وأيضا الشكر موصول إلى الأستاذ أسماء هريش الصحفية الفلسطينية حدثتنا عبر الهاتف من الضفة الغربية مشاهدين الكرام الشكر وموصول لحضراتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة